تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من النقاش الرياضي اللي بتيجيكم مني أنا محمد هوات قبل الأسبوع كنت عم بقلب في تويتر وطرحت لي تغريدة بأخي بتحسها بتحكي اللي أنا بنفسي أحكيه جواتي من الصديق أحمد عسيري اللي بيتكلم بكل بساطة وبيقول يعني بتحس إنه كل طرقاتهم صارت متشابهة ولعبين بيشبهوا بعض فالواحد لما يقلب شوي بعقله بيقول لأخي ببابي لما بلش كان شوي أحلى كان فوضى وأكتر ينطلق انطلقات غريبة شوي شوي مع كرة القدم صورت تحسوا لعب عم بدخل الصندوق غصبا عنه لعب هيك مرر هيك ادخل هيك سوي هيك بسيش تطلع على لعب كرة القدم أه في لعب مميزين بيسجلوا أهداف بيحسموا بيجيبوا أهداف بيعملوا أشياء بس ما عاد عندنا رونالدينيو يعني رونالدينيو الآن صعب تلقى والله إنه فريق كبير يمسكه يا أخي هذا بلعب كرات طويلة وإحنا ما نلعب كرات قصيرة ما برجعش يدافع بيظلوا يراوغ كثير وبيخسر الكرة كثير وبيعمل حركات ملهاش معنا مش فعالة فعم بتشعر إنه زيادة الداتا في كرة القدم بيانات كرة القدم تحليل كرة القدم محلل الأداء ومحلل الأبصر شو والمعلومات والأرقام وكل هذا اللي عم بتزيد في اللعبة والتكتيك الزايد بكل تفصيل في اللعبة عم بخلي اللعب يتحولوا بلا شعور إلى شيء مش بها الروبوتس اللي بتحكم فيهم المدربين أو بنجبروا ينضبطوا بهذا الشكل لأنه كل حركة لاعب تعتمد على حركة اللي بجنبه فلو أنت بتتحرك بشكل عشوائي اللي جنبك حيضيع فزمان كانت مقبولة يعني لقطة زي لقطة مرادونة لما راوغ سبعة ولا ثمانية بتشعر ما عادت مقبولة بكرة القدم هاي الحديثة إنه يا أخي انت شو اللي عملته ليش انطلقتها الانطلاقة لأنه مش دايما حتيجي يقول فحيجرب عشرين مرة ما حتزبط فالمدرب بقعد يلوم ويا أخي مرر مرر فلما تيجي اللقطة تاعد إنجلترا ما راح يراوغ راح يمرر فما راح نشوفها أساسا وهون ربما كان معنا كلام أليجري إنه كثرة التعليم اللي صار تكتيكيا وبيانات ومعلومات وعلوم بكرة القدم ضيع علينا أشياء إحنا ما عرفناها ما شفناها يعني ما عدنا شفنا حارس زي هيجيتة آه نوير بيقدم بس نوير ما بيقدم بطريقة هيجيتة الحراس كلهم منضبطين الزيادة عن اللزوم اللاعبين بتحس كرة القدم أنت حافظها يعني مثلا مباراة إيبرتون يونايتد الأسبوع الماضي التلاتة تلاتوا إثارة وهدف بس لما تش تفكر فيها وتصفن أخي المباراة شايفها قبل هيك مباراة هاي انسوا الأهداف الهداف دائما حيظل إلها طعم مختلف دائما فيه هدف جميل هدف حلو الهدف دائما حلو والله لو بالإيد بس انتج طلع فيها يا أخي المباراة شايفها يعني هذا بيمرر لهات وهذاك بيلعب لهون بعدين هيلعب له قدام بعدين آه يونايتد هتوصل للكرة هون برونو فرناندز هيروح هناك هايستنى بقبابا شايف هاي المباراة يعني بتحس حالك بالأقطات لمستوى أنه يعني الله سترى منه الشوالي كان معلق وإلا يعني لأنه دائما بيقدر يعطيك سلوك المتعة وبيضلوا يلعب بيعط لك مزجاجة مباراة حلو ومباراة جميلة عكس بعض المعلقين اللي بيقولوا مباراة مملة مباراة ضعيف فنيا بيزهجوك منها بس لا شوالي قادر يعني خليك يتكمل بس المباراة شايفها ارجع شوفها انت المباراة شايفها يعني بتحس حالك شايفها بلقطاتها طبعا ما عدا هدف برونو فرناندز بس بلقطاتها بتفاصيلها بالكرة الكرة مباراة مكررة وكثير صارت فرق عم بتكرر المباراة بتشعر انك عم تحضر مباراة مكررة إلا لما يتغير مدرب ساعتها بيجينا منحة تعلوم جديد نشوف الشكل الجديد بعد 4-5 شهور مباراة شايفها فهل هذا الشعور تبعنا اللي صفته أنا عند أحمد عسيرة واللي أنا بشعر فيه وإلي أصدقاء آخرين كنا نتكلم في الموضوع نفسه إن اللاعبين صاروا يشبهوا بعض يعني الأجلي حاب تشبه بعض أنواع في جناح حادة دوره مثلا بدخل للهجوم في جناح هو جناح بيضلوا على الخط بس بيشبه بعض كثير ما فيش شخصيات مختلفة بين اللاعبين كورتو القدم فهل هذا الشعور صح؟ ولا لا هون بدي أسمع جوابكم والسلام عليكم ورحمة الله